انتهاكات متواصلة ومستمرة للاحتلال ضد المسجد الأغصى المبارك تجددت باختحام عشرات المستوطنين المسجد الأغصى في مدينة القدس المحتلة بالتزامن مع فرض شرطة الاحتلال قيوداً على دخول المسلمين الذين تقلوا أعمارهم عن 40 عاماً إلى المسجد اغتحامات المستوطنين رافقتها حراسة مشددة لقوات الاحتلال التي نشرت عناصرها في بحات الأغصى وعند أبوابه لتأمين الاغتحام وواصلت التضييق على دخول المصلين كما منعت المصلين من الاعتكاف في المسجد يضاف لذلك قيامها بإخراج المعتكفين الفلسطينيين قبل ذلك مسلسل اغتحام الأغصى يمثل السمرار لمسلسل انتهاكات الاحتلال الذي سمح للمستوطنين باختحام الأغصى منذ عام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وجهات وهيئات عربية وإسلامية عديدة من بينها هيئة علماء المسلمين في العراق التي أكدت وقوفها مع المرابطين في رباطهم وتمسكهم بأرضهم ومقدساتهم في وجه اعتداءات الكيان الصيوني ومحاولاته المستمرة لتهجيرهم وكسر قوة صمودهم اغتحام المساطنين للأغصى رفقه قمع قوات الاحتلال لمسيرة فلسطينية عند قبة الصخرة في حين حاصرت المصلة وأطلقت قنابل الغاز صوب المصلين وأغلقت عناصر الاحتلال المسجدة بالسلاسل الحديدية وسط السنكار وزارة الأوقاف وشؤون الدينية الفلسطينية تدنيس المسجد الأغصى ومطالبة السلطة الفلسطينية المشمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقف العدوان الصيوني المتواصل على المسجد الأغصى المبارك اغتحامات المساطنين وانتهاكات سلطات الاحتلال ضد المسجد الأغصى لم تتوقف عند حد عسكرة الساحات وتحويل المسجد إلى تكنة عسكرية بل تجاوز ذلك إلى قيام المجموعات الصيونية بتصرفات استفزازية لمشاعر المسلمين في تعمد واضح لحكومات الاحتلال المتعاقبة بانتهاك الوضع الديني والقانوني والتاريخي القائم في المسجد الأغصى